لا يخفى هنا ضروري التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل لأن جميع تلقى الحقوق متشابكة ومتداخلة وتعزز بعضها البعض ولا يمكن تجزئتها فالحق في الحياة والأمن وحرية الرأي والتعبير والتنمية لما يشمل الحصول على غزاء ورعاية صحية وتعليم ومسكن دائم لما هي حقوق توليها مصر أولوية كبيرة انطلاقا من مسئوليتها تجاه مواطنيها والتزاما ببنود الدستور التي تعد أساسا راسخا لحماية حقوق الإنسان وأن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم مدى ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية كما يجدر بنا في هذا المقام تأكيد ضرورة ألا تثمين التحديات التي تواجهنا سواء بالمنطقة أو بأوروبا من انتشار لظاهرة الإرهاب وزيادة معدلات الضرائم المرتبطة بالعنصرية وكراهية الأجانب عن التشبس بمواصلة توفير الحماية والتقدم لمواطنين ترجمة نانسي قنقر